الكل بات يعلن البراء بعد أن أعلنوا الولاء لحكومة عادل عبد المهدي التي باركتها مرجعية دينية عليا على وفق ما قاله نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي حكومة عبد المهدي المتعثرة والمتلكئة بعد أن نالت منها أمراض حمى المحاصصة وجعلتها كسيحة أمام ما قيل إنها برامج ووعود دفعت بشركائها للقفز من قاربها الذي بات يتهاوى أمام غضب شعبي متصاعد تحالف الفتح أحد الموالين أكد أنه سينضم إلى الكتل المطالبة بإقالة حكومة عبد المهدي في حال استمرت على وضعها الحالي دون أي إنجاز في ملف الخدمات وبما أن تصاعد وطيرة التذمر الشعبي هو سيد الموقف فقد أدركت تلك الكتل والأحزاب أن المراهنة على ملف الخدمات وكل ما يمس حياة المواطن بشكل مباشر سيكون حصانا رابحا ضمن سياسة الابتزاز التي يمارسها الفرقاء فيما بينهم تحالف سائرون والمدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتذى الصدر قال إنه لا يمكن لأي جهة سياسية أو غيرها حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من الإقالة وسحب الثقة منه محذرا على لسان العضو فيه النائب رامي السكيني من محاولة عبد المهدي التقرب من أي جهة سياسية أو تقريب أي جهة سياسية إليه مؤكدا أن هذا لن ينفعه أو يحميه من الإقالة إذا استمر الإخفاق في الأداء علاقة رئيس الوزراء عبد المهدي بالتحالفات السياسية لا زالت تثير الجدل فمع اكتمال عام على ولايته إلا أن لا تحالف واضحا للعلن يقر بدعمه ونصرته لعبد المهدي أو يفصح بأنه السبب في ترشيحه وسبب ذلك مرده إلى خشية تداعيات عكاس الفشل الحكومي الذي سيلقي بظلاله على القوى السياسية الأخرى التي أجلست عبد المهدي على كرسي الرئاسة تحالف سائرون نفسه وعلى لسان النائب أمجد العقابي أكد أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسير وليس مخيرا وهو يحاول الميل لجهات سياسية دون غيرها مرضاتا وتقربا منها لإنقاذ نفسها